الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير حلم ورؤية هجوم الحصان في المنام للإمام العلامة محمد بن سيرين طيب الله صراه ما تنسونش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير هجوم الحصان على الشخص في المنام لابن سيرين يقول ابن سيرين عندما يرى الشخص أن حصان يهجم على الشخص ويدهسه دلالة على خطر كبير وشدة قد تصيبه في المنام تدل رؤية هجوم الحصان في المنام على الخلافات والمشاكل التي قد تحدث في عمل الرأي أو بين أفراد عائلته قد تشر رؤية هجوم الحصان على شخص في المنام على المرور بضائقة مالية أو نفسية وعدم الشعور بالراحة والاستقرار والله سبحانه وتعالى أعلم عند رؤية الشخص بأنه ينجو من هجوم الحصان في المنام إشارة على النصر وانفراج هموم الرأي والتخلص من المشاكل والله أعلم عدم النجا من هجوم الحصان في المنام دليل على ضعف الرأي وسلبيته وعدم قدرته على إدارة الأمور والوقوع في المشاكل والمآزق والله أعلم يبشر سماع صهيل الخيل في المنام بحصول الرأي على منصب كبير في عمله عند سماع صوت صهيل الخيل في المنام دليل على الشأن الكبير الذي سوف يبلغه صاحب الرؤية في حياته في المنام عند سماع صهيل الخيل إشارة على الصفر لكسب الرزق من الخارج وسوف يجني أرباح كبيرة من ذلك الصفر والله أعلم عندما يسمع الشخص صوت صهيل الخيل في منامه دليل على حصول صاحب الرؤية على مكاسب وخيرات من رجل صاحب نفوذ وسلطة تدل تقاليد صوت صهيل الخيل في المنام على شجاعة الرأي وإقدامه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم عندما يرى الشخص بأنه يطعم الخيل في منامه إشارة على أنه يسير بطريقة صحيحة وسلوك طيب في حياته رؤية إطعام الخيل في المنام علامة على المحاولات الكبيرة للشخص لتطور مهاراته الشخصية لتطور مهاراته الخاصة به وتقوية شخصيته والله سبحانه وتعالى أعلم إطعام الحصان في المنام دليل على نجاح الشخص في العمل والدراسة والله أعلم يدل حلم الشخص أنه يطعم الخيل في المنام على التحسن والتطور في العلاقات الشخصية والاجتماعية والعاطفية لصاحب الحلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم عند رؤية إطعام الخيل في المنام دليل على أن الرأي بر بأهله ويؤدي المعروف لهم والله أعلم عند رؤية الحصان بعد شخصا في المنام عند رؤية الحصان يعد شخصا في المنام إشارة أنه سيقع في مشاكل وعقبات في حياته والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم تنسوا نشبه أخواننا بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله خيرا ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم وأيضا صورة الملك كل يوم ليلة حتى ينجينا الله وإياكم من عذابه في القبر وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته